صنية رؤاء مقرمشة على صفرة العيد بتاعتك تعالي اقولك هنجيب رؤاء اطاري ونحضر معاها حاجتين زبدة أو سمنة سيحة وشربة سخنة ونجيب صنية كبيرة نحط فيها الشربة السخنة مع معلقتين كده حلوين من الزبدة بتاعتنا وندهن الصنية اللي هنحط فيها رؤاء زبدة من تحت حبا حلوين يا جماعة ونحط طبقات الرؤاء انا حطيت اربعة وفوقيهم لحمة مفرومة مع الصجر وبعدين حطيت تاني بعد اللحمة المفرومة اربعة طبقات تانين بعد ما كون بليت كل ورقة رؤاء في الشربة السخنة والزبدة السيحة بتاعتنا وعلى وش صنيةنا لازم احط كبشتين حلوين كده من الزبدة السيحة بتاعتنا ودخلها على الفرن من تحت ويكون مش هزاليه على حرارة متوسطة قعدت روبة سيعة وبعدين هزها كده اسمع صوت القرمشة وبص على طرفها اشوفها خلاص اتحمرت اجيب صنية مسطحة واقلب الرؤاء عليها وبعدين نفس الصنية اللي سوينا فيها ادهنها زبدة من تحت وارجع ازحسحها كده بشويش ونزل الصنية الناحية اللي ما ساوتش لسه احطها تاني عشان تكمل سويها في الفرن وادهنها تاني زبدة من على الوش وارجع الصنية الفرن كمان اخدت سبع دقايق بس لان فرننا سخن وحاني وطلعت بقاهم قرمشة وجميلة وطعمها يجنن وهتشرفك على صفريك